بخصوص القانون الجنائي القانون الجنائي والاعتقال الاحطياتي الاعتقال الاحطياتي اليوم وعدد المعتقلين على مستوى السجون الحكومة دائما كانت عندها الإرادة لتخفض هذا العدد هذا هو علاج القانون الذي كان مبرمج الأسبوع الماضي المرتبط بالعقوبات البديلة لأنه بدراسة العدد المعتقالين تقريبا نسبة الاعتقال الاحطياتي تبقى نسبة مهمة بالإضافة إلى حتى عدد المحكومين غالبتهم لم يحكومون بواحد العقوبات حبسية كبيرة جدا أقل من سنة فلمعالجة هذه المشكلة طبعا لم يكفي أنه نغير السياسة الجنائية ولكن جزء كبير من الحلول موجودة في السياسة الجنائية هذا علش الحكومة جابت هذا القانون الأولي طبعا اليوم نشتغل عليه بشكل معمق باش نضبطوه باش تكون يعني يعالج المشكل دون أن يمس بعد التوابط المهمة ومعروفة في القانون فهذا قانون اللي غادي جوب القانون الجنائي أيضا اللي كتشتغل عليه الحكومة واللي بالمناسبة يتقاطع مع السؤال دي الجريدة الصباح هو الآخر راه يتم الاشتغال عليه في أفق برمجته إن شاء الله في الاجتماعات دي المجلس الحكومة إن شاء الله المقبلة هاد المسألة دي القوانين باش نوضح واحد نقطة راه ماشي قوانين صغيرة ولا محدود هذي قوانين معقدة وكبيرة بالتالي قانون المدني ميسترى المدني راه في واحدة واحدة ثلاثمية صفحة فبالتالي دراسته بشكل دقيق ومتأني كيتطلب واحد شوية الوقت فالعقوبة البديلة الآن هو في الميسترى القانون الجنائي إن شاء الله هو جاي الميسترى المدني راه موضوع الطاولة بالإضافة إلى جملة من القوانين اللي مرتبطة بهذا المجال ومتنسوش تابونا معنا فلاشين واتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي